السؤال الأول يقول صاحبه أملك أرضاً بها رخصة مباني دخل معي فيها شريك على أن نبنيها عمارة للتمليك اتفقنا على أن يدفع لي مبلغ المشاركة مخصوماً منه مبلغ لبداية المشروع وكان المبلغ الذي قبطته واجب الزكاة فأخرجته فهل تيب علي زكاة المبلغ الذي تم خصمه لبدء البناء الجواب عن هذا قاعدة عامة أرجو أن نفهمها جميعاً تخصيص مبلغ من المال لغرض من الأغراض لا يمنع من أن يكون هذا المال مالاً زكوياً إذا استوفى شروط وجوب الزكاة من وجوب من بلوغ النصاب وحاولان الحاول طالد أنني أنا قلت أنا جهست هذا المال عشان يجوز ابني والمال لا يزال في حوزتي ومرت سنة وتأخر الزواج لم أنفق المال لا يزال المال في حوزتي هذا المال مال زكوياً ما دمت لم أنفقه في الغرض الذي حددت له يستسنى من هذا إن كنت قد خصصته لعملاً من أعمال الخير العامة خصصته لمشروع وقفي لابناء مسجد لمشروع صدقات عامة لأنه أصبح أصبح كله لله عز وجل ففي هذه الحالة لا يلزم تطيره بإخراج بعضه وقد صار كله لله جل جلاله تخصيص مبلغ من المال لغرض من الأغراب لا يمنع من أن يكون هذا المال مالاً زكوياً إذ استوفى شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول إلا إذا كان مخصصاً لعمل من أعمال البر التي يتعدى نفعها فقد صار كله لله عز وجل فلا يحتاج إلى تطهيره بإخراج بعضه لكن سؤال هنا إذا كان المال مالاً جديداً مستفاداً هل يستقل هذا المال بحوله أم يضاف إلى ما عندك من مال في حساب الحول الصواب في هذا أن هذا المال المستفاد إن كان نماء لمال موجود عندك أو متولداً عنه كنماء بهيمة الأنعام أو أرباح التجارة فحوله حول أصله إذا بلغ الأصل لصابه أما إذا كنت قد استفدته بسبب مستقل كإرث ونحوه فإنه يستقل بحوله واحد عنده مال والمال ماضي في الحول وأثناء الحول جاءه مال جديد بسبب جديد مات قريب له فورثه فورث عنه مالاً هذا المال لا علاقة له بالمال الذي عنده ليس نماء له ولا متولداً عنه يمكن أن يستقل بحوله فيكون عنده موعدان في العام موعد للمال الأصل الأول وموعد للمال الجديد المستفاد بسبب مستقل إن أراد وطابت نفسه أن يضم هذا المال أيضاً إلى ما عنده من مال في حساب الحول فقد أحسن وأرجو أن يخف الله عليه خيراً إن شاء الله